موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسع وباب نجاة الأم غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي وطيس حزن اليوم الحشر مسجورا فأصبح كل مكان كربلا لدى عيني وكل زمان يوم عاشورا له في لضام على شاط الفرات قضى عطشان يرنوا لعذب الماء مغرورا لا غر وإن كسفت عليه شمس الضحى على من اقتبست من نوره النورا وأعولت في السمى الأملاك مزعجة ضوضاؤها العرش تهليلا وتكبيرا يا ليت يا ليت عين رسول الله باصرة رأس الحسين على العسى المشهو يا ورام يبقى ملقا قبرين بلا دفن فإن له قبرين بأحشاء من والاه الله يا الله يا الله محفو وراء قال سيد للحسين عليه السلام من كان بآذلا فينا مهجته فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا بإذن الله الله تعالى هذه الكلمة على ما تجدها تشخص لنا الحالة التي إذا كان عليها المؤمن تحققت فيه هوية الولاء بشكلها المطلوب من كان باذلا فينا مهجته واحد وموطنا على لقاء الله نفسه خلي يجينا أهلا وسهلا به مفهوم هذه الكلمة اللي ما بادل فينا مهجته وما قدر يوطن على لقاء الله نفسه شبيدهم عليهم الصلاة والسلام وإلا المسألة مو مسألة اندفاع ولا مسألة لسان ولا مسألة قرار ما وراء عمل جدي أو فعل أو صورة تنبئ عن حقيقة كامنة في القلب إذا ما يكون باذل نفسه بشكل عملي فعلي وموطن للقاء الله نفسه بشكل عملي فعلي أمره لا تكون له عاقبة مرضية طيب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لما صاغ هذه الكلمة خلي نجي نبحث عن بعض التطبيقات لأنها تقدر تقول فرد قاعدة تقدر الشخص الصحابي الجليل المؤمن المقبول من صحابي صحبة النبي أو عليا عليه الصلاة والسلام أو الحسن أو الحسين أو أهل البيت ولكن هذه الصحبة ما كان وراءها ثمرة ولا كان وراءها وعي ولا كان وراءها فائدة يمكن أن تنبئ عن مصير جيد الآن عندما نأتي بين يدي هذه الكلمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هل هناك في صحابة النبي صلى الله عليه وآله بذل في النبي مهجته ووطن على لقاء الله نفسه لولا في الحقيقة ومن منطلق الموضوعية بشكل تام شهادتنا في ذلك غير مجروحة لأن هذا التاريخ تاريخنا إذا شفنا واحد كان صدق باذل نفسه وموطن لله مهجته ونفسه وروحه لان احنا نقدسه ونحترمه يا ليت هذا التاريخ والحضارة العظيمة نشوف بيها أناس حقا وفعلا حملوا كلمة الله كما أرادها رسول الله هذا نخلد في قلوبنا ونخليه أنموذج مو ميت حي نستفيد من عنده لكن هل هذا الأنموذج كان موجود في حاشية رسول الله لو ما كان موجود القرآن الكريم والسيرة يحدثانا عن أمور في الحقيقة يندى لها جبين الغيور وللأسف القرآن الكريم يقول وما محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هنا المشكلة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم انقلبتم القرآن الكريم ما يتحدث عن احتمالات تقع أو لا تقع ولا يتحدث عن ظنون وقوعها راجح على عدم وقوعها القرآن الكريم يقين مو يمكن ويمكن لا يقين انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجزل الله الشاكرين القرآن الكريم يتحدث السيرة طبعا ما نقول كل الأصحاب ولكن وقليل من عبادي الشكور وأكثرهم للحق كارهون وإلا هناك أشخاص أخذوا موقع من القدسية من أصحاب النبي صدق بذلو مهجهم ونفوسهم عمار بن ياسر أعطى كل شيء في حياته لأهل البيت عليهم السلام سلمان أبو ذر المقداد هؤلاء وأمثالهم من أصحاب النبي القلة واقعا هؤلاء تنطبق عليهم هذه الكلمة اللي يشخص بها الإمام الحسين هوية المؤمن الحقيقي في حنين خلوا نشوف الباذلون أنفسهم الباذلون مهجهم المواطنون أنفسهم خلوا نشوفهم وين في حنين لما اشتد العراق وتعانقت السيوف وكان الموت قاب قوسين أو أدنى منهم تركوا رسول الله في معسكر الموت شردوا عافوا النبي يموت بس أمير المؤمنين بقى يا أهل بيعة الشجرة يا أهل سورة البقرة إلى أين تفرون باب هذا رسول الله تركتموه ووليتم وين اللي بذل نفسه في سبيل رسول الله عافوا النبي بين السيوف وأسنة الرماح ورؤوس النبال عافوا النبي هناك وبس أمير المؤمنين لولا إنه استصرخ الأنصار وجابهم بالقوة لصار ما لا يحمد عقباه وين الباذل نفسه النبي صلى الله عليه وآله بالمسجد وهاي نظرية عدالة الصحابة احنا ما نقول هي منخرمة عن لا شيء ما نقول مو صحيحة من دون دليل وحجة وبرهان أما واحد ما كان عند خلق مقبول ولا باذل نفسه ولا كان يعي ما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله ومثالب حياته أكثر من لحظات عمره شلون أنا أجي أقول عادل وأخذ دين من عنده ما يصير دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد كان يصلي كمل صلاة إجا واحد قال له يا رسول الله أنا ما عندي فقير تقدر تساعدني ليش راح للنبي لأن يدري الباقين الجماعة الباقين كل واحد جلف أجل الله السامعين بالقوة إذا فكر فراح لأصل الكرم والجوت يا رسول الله ساوين أمطي وجهاني إجيت يمك النبي صلى الله عليه وآله بجيبه ما كان أكو فلوس وإلا أفقر واحد كان النبي صلى الله عليه وآله وهو يملك الدنيا كلها خل نشوف التفت النبي صلى الله عليه وآله إلى جملة غفيرة من الأصحاب كانوا حاضرين النبي قال من يقرضني أكو واحد يدايني واحد قام يباوع بوجه الثاني انطي انطي رسول الله ليش ما تنطي انت انت ليش ما تنطي انت مو عندك فلوس واحد قام يرميها براس الآخر النبي صلى الله عليه وآله قال منه دايني سال النبي مو أي واحد النبي رجعهن منه يقرضني فلوس واحد يرميها برأس الآخر إلى أن آخر واحد قام يحوصه وقام يا رسول الله انطيك بس وقت رجعهن زين اذا انت تشوف واحد هالشكل يتعاملوا يا النبي شلون تاخذ من عند دينك شلون تاخذ من عند الحديث قل له انا اردها اليك اخذه النبي صلى الله عليه وآله وانطاه للسائل هذا لا عرف ينام الليل ولا عرف يشتغل بالنهار يجي ثاني يوم يا رسول الله فلوس انطيتك يا البحر واحد هين انا ارجعها اليك ان شاء الله يوم الثاني يوم الثاني يأز يوم الثالث يا رسول الله فلوسي قال له إن شاء الله قال له لقد أكثرت من قولك إن شاء الله شي سوا به إن شاء الله أنا لدي فلوسي إن شاء الله شي سوا به النبي قال من يقرب من فلوس خليه أرجع له شافوا هاي التجربة بعد ما حد تحرك ينطي فلوس للنبي زين انت شلون تتعامل ويا هؤلاء الله سبحانه وتعالى نزل آية قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم زين خلي واحد ينطي صدق ويكلم النبي صلى الله عليه وآله ليش لأنه اللي عنده شغل واللي ما عنده شغل واللي يريد يضيع وقت النبي صلى الله عليه وآله واللي يريد يأناس واللي يريد ينكت واللي ما أعرف وقت النبي ثمين عنده رسالة عالمية كل ثانية يريد يقدم بيها مئات الدروس النبي صلى الله عليه وآله عنده قصة عالم مو 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 قصة ما ما إلها معنى قصة ما العالم يجي واحد يأخذ وقت النبي فالقرآن راد يعطي للمسألة جدية تريد تكلم النبي انت أعطي صدقه وكلمه حتى المسألة يصير إلها جدية وكان مئات الأصحاب اتيهم تلقاهم يم النبي نزلت هذه الآية شاور رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا الحسن هاي الآية نزلت شنو رأيك بكم نأمرهم سال آية ما حددت اش قد نطلب من عدهم صدقه وهاي صدقه مو للنبي يضمها النبي يعين بها الفقير المسكين قال ماذا يقول رسول الله قال دينار زيين ذهب عملة ذهبية اجي واحد ينطي فلوس من ذهب قال يا رسول الله سأت أخبر مني لكن ما ينطون درهم فضة عملة فضية ينطون قال لا ولا درهم يا رسول الله شلول عن على قولت شلول بكم نأمرهم يا أبا الحسن قل أنا أرى تأمر كلا منهم بكف من بر شف حنطة شف حنطة حتى ما إلى قيمة شف على شف على شف يصير قونية يصير كيس جيد ويعطى لفقير يقتات من عنده من أراد أن يناجينا فليقدم كفا من بر البارحة كان والمئات التيوم تلقاهم يمن نبي بذاك اليوم اللي قال اللي حاشين ينطينا كف من بر لم يكو جالسا عند رسول الله إلا علي بن أبي طالب الله والباقين وين ماكو الأصحاب ذول اللي يحبون النبي ويهيمون به وين الباذل مهجته وين الاموطن نفسه ما هم بس علي بن أبي طالب قال فضيلة ما سبقني إليها أحد وما لحقني كان عندي دينار بعته بعشرة دراهم وكلما ناجيت الرسول قدمت درهما النبي قاعد وحده وين الجماعة قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم هذه الصدقة شبيرة عليك تمد إيدك لجيبك وتقدم صدقة في سبيل الله توقع بإيد النبي بيد النبي توقع خفتم وين أغنياءهم وأثرياءهم وتجارهم كلهم تبرأوا من رسول الله الله عز وعلا بعد ذلك رفع هذا التكليف حتى يرجعون لا على الأقل شوي يصير أكو فرد جمع فرد مظهر فرد صورة مقبولة وإلا الله عز وعلا رفع هذا الوجوب هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله راح النبي صلى الله عليه وآله إلى الله شنو صار هجموا على بيت أمير المؤمنين يا أخي ذو العقال عدهم عقل هذا عنده فكر هذا يعرف يشوف يعرف يسمع يعرف يفكر هذا يا أخي يهجم على دار الزهراء قولك واحد اعترض الطريق واحد استنكر الجموع جاية وغفيره جموع الأصحاب واكفين يتفرجون سائجة واحد قلهم يا با ترى حرام عليكم يا با هذا حرام ما يصير أنت تهجم على دار علي بن أبي طالب وبنت رسول الله على أي أساس عجيب يا أخي دخلوا إلى بيت أمير المؤمنين ليش ليش طبيتوا البيت علي بن أبي طالب هذا البيت البسيط و أنت تعرفون منه علي بن أبي طالب هم يعرفون من هو علي بن أبي طالب لا إلى علاقة بالدنيا ولا إلى علاقة مع الشرور علاقة مع الله والقرآن والحب والألف والأخلاق هاي علاقات علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ليش طبيتوا يجي ابن تيمية السفيه يقول إيه تدرون يعني الرجل ما ينكر ما ينكر دخول هؤلاء على دار علي بن أبي طالب ما أنكر قال لا عم الجماعة طبّة طبّوا دخلوا عنوة أيضا غصبا عليهم دخلوا إلى البيت يعني حلال هذا واحد يقتحم دار آخر بيت ملك لشخص السموعة لابن أبي طالب بيجي يتجاوز على حلال هايش 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 وإلا صدق الحسين عليه السلام لما قال إنهم قوم حرموا ما حلل الله وحللوا ما حرم الله شيء يقول ابن تيمية قال إنما دخل عمر إلى دار علي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من عندي حتى يستنقذ أموال المسلمين يعني هايش ترجمها ما عرف ترجمها ما ما يسمح لقدسية أمير المؤمنين يعني في غير أمير المؤمنين عندما تقول واحد طب البيت واحد حتى ياخذ فلوس مو من حقه يعني حرامي يعني لص شنو إلها معنى ثاني حتى يستنقذ أموال المسلمين يا أموال ما أخذها أمير المؤمنين مالة المسلمين يا أموال أي حق حتى يستنقذ أموال المسلمين فدك كانت تجني أرباح ملك الزهراء عليها الصلاة والسلام أموالها تجي لسيدة النساء تفرقها على المستحقين وحياته ما أكل الثمر من فدك ولا صرف الدينار من فدك على حياته وأهل بيته أي حق للمسلمين هذا حتى يستنقذ هذا التافه شلونها شلون صايرة هؤلاء الأصحاب وإلا الإمام الحسين يقول ما علمته أو ما رأيته في لفظ آخر أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابه ليش لأن حقا بذلوا مهجتهم ووطنوا أنفسهم للقاء الله عز وعلا هؤلاء أصحاب أمير المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الشاكلة ما تنطبخ عليهم القاعدة ما خل القليل اللي آنوا ياك نعرفهم ساموا في صدد ذكر تفاصيلهم أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول هموم الرجال الإمام عليه السلام أمور كثيرة وهم من الدنيا صديق مساعد أريد عبد يتأوه أمير المؤمنين عليه السلام من الخيانات من التفاهات من الأشخاص اللي ما عرفوا وشلون يفهموه وإلا يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني يقول لك شعرب لحيتي وبراسي تصور هذا فرد نموذج يريد يحبط صورة أمير المؤمنين في أذهان الناس ربى للا أمير المؤمنين أشخاص إي من الله الحقيق قال بذلوا مهجهم ووطنوا أنفسهم رشيد الهجري رضوان الله عليه هذا بذل نفسه في أهل البيت مهجته بذلها في أهل البيت ووطن نفسه أمر به عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه وين إلى الجذع اللي أشار إليه أمير المؤمنين قال رح يصلبوك هنا يقطعون إيدك ورجلك ولسانك زيال ليش يا أبا الحسن مسألة توصل إلى هل مستوى قال لي تتبرأ مني زيال إذا ما أتبرأ يا أبا الحسن يعني شو يصير قال لي أنت إذا ما تتبرأ يعني وياي بالدنيا وبالآخرة كذلك معي قال لي خوش لها قال لي على محمد قال لي محمد خوش لها داي خوش يا غلاء تجارة مربحة واحد ينطي نفسه لأهل البيت يبذلها ويوطن نفسه لله تعالى وراها الجنة يقول لها أنت وياه هاي هاي تجارة مربحة وإلا الموت واحد سا واحد يتقطع بالسيوف أو ينسف أو ينذبح بالنتيجة تعددت الأسباب والموت هاي النتيجة الموت واحد راحت الأيام إجت تفاصيل القصة معروفة لكن الشاهد أمر به عبيد الله ابن زياد لعنه الله أخذوه للجذع كان رشيد يدق الباب على جيران الجذع ارفقوا بجيرانكم أو بجاركم يعني شنو ارفقوا بجيران انت يعني قال لهم ايه زين وانت بعيد مو يمنى قال على كل حال اذكروا هالموقف ارفقوا بجار راحت الأيام والليالي وإذا بيه رح يصلبوا على الجذع افتهم والناس جابوا السياف وجمعوا الناس حتى يكون عبرة السياف التفت قال تبرأ من علي بن أبي طالب فبسق بوجهه وقال تعسل لك ولأميرك فقطع يده اليمنى ها رشيد الحياة بعده نقدر نعالج المسألة ها يدك انقطعت لكن اليسرى موجودة تبرأ من علي بن أبي طالب قال ويل لك ولمن والاكم فقطع يده اليسرى أو تبرأ من علي بن أبي طالب قال لا والله قطع قدمه اليمنى ابرأ من علي بن أبي طالب فقطع قدمه اليسرى أيها الناس رشيد يحجو يا الناس هلموا واجتمعوا لأحدثكم بفضائل أبي طراب وتسمعوا مني ما سيكون لبني أمية في سيرة بني أمية وختام بني أمية ومصير بني أمية في الدنيا والآخرة جاء السياف وقبل أن يتحدث بشيء فتح فكي رشيد أخرج لسانه فقطعه فامتلأ فمه دما بقي لحظات لفض أنفاسه الأخيرة وتوكل إلى الله وعلى الله قتل شهيدا رضوان الله هذا في الحقيقة باذلا مهجته موطنا نفسه ميثم التمار الرجل كذلك صلبوه قبل محرم بيوم أو يومين يعني قبل مصرع الإمام الحسين عليه السلام باثنع عشر يوم وثلاث عشر يوم رشيد الأول أو الثاني من محرم كذلك قتلوه لضوان الله عليهم هؤلاء هؤلاء إنموذج رباهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لذلك اللي وصلوا إلى كربلاء مع الإمام الحسين هذه الثلة القليلة من بعد آلاف مؤلفة وإلا آلاف كانوا تحت راية الإمام الحسين ويزيد ليش ود ثلاثين ألف واحد وموديهم على سبعين نفر لا يزيد درس المسألة هو وأعوانه وشاف الحسين طلوعة من المدينة إلى الكوفة راح يمر بمنازل وهذه المنازل بيها أشخاص يحبون علي ابن أبي طالب فتصور أن الحسين يجي بما لا يقل عن عشرين ألف رجل فلذلك بعث جيش جرار فشاف هذه الثلة القليلة وبالفعل الإمام الحسين التم والتفتحت لواءة كثير من الناس لكن لما حدثهم بالرزيل اللي راح تصير تشتت الناس عن الإمام الحسين عليه السلام وإلا بعض النصوص التاريخية تشير أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وصل كربلاء بألف أو أكثر من ألف فارس معه الإمام الحسين يدري قرى النفوس واحد خايف واحد مرعوب واحد قال عند عيال واحد قال نفسي عزيزة علي سأل يش يتورط هذا يشوف الحسين يقول أمام الناصر وهو ما ينصره وينخذل والتاريخ يكتب غير قضايا الإمام الحسين الليلة العاشر حتشويهم حتشويهم عن مأساة العاشر وأنها مأساة سيوف وخناجر أهوى مصائبها تسقط لها الرؤوس والأيادي أهوى رزاياها دب الرعب عدهم قال هذا الليل لا تخافون لا الإمام الحسين لا تخافون هذا الليل قد غشيكم اتخذوه جملة ما حد يشوفكم القوم يطلبوني فإن ظفروا بي ذهلوا عن غيري روحوا الأهاليكم الأولادكم لأن اللي يسمع واعيتنا وما يجاوبنا أكبه الله على من خريه في النار كل واحد شالغ ريضاته وراح أخذ مالاته وتوجه إلى أن ما بقى عند الحسين من الأصحاب دون أهل البيت إلا ثلاث وسبعين أو ثمانين نفر بس هؤلاء اللي قرروا أن يبذلوا مهجهم في أهل البيت ويوطنوا أنفسهم للقاء الله تعالى وكل واحد صار يترجم عن حالته يجب رير ابن خضير يا ابن رسول الله الحمد لله الذي من بك علينا أن تتقطع أعضاؤنا معك يشكر الله عز وعلا يا أخي كلمة هواية عظيمة هاي أنت تقطع أعضاؤنا معك ويكون شفيعنا يوم القيام جدك رسول الله نعم عظيم يا ابن رسول الله زين يجي من بعد يجي حبيب ابن مظاهر الأسدي ويجي زغير ابن القين ويجي ويجي كل يدلي بدل وعابس يا ابن رسول الله أعز ما أملك نفسي ويبشي عابس أريد أقدم لك فريد شيء أعز من نفسي بس ما عندي ما أملك هاي نفسي أملكها وأريد أقدمها أبذلها إلك يا ابن رسول الله إيش قد كلمة رائعة هاي زهير ابن القين يقف بين يدي أبي عبد الله الحسين والله يا أبا عبد الله لو كانت الدنيا دار الخلود لآثرت أن أموت معك على دار البقاء لو كانت الدنيا دار خلود والله أنا أفضل أموت وياك على أن أبقى في الدنيا يا أخي هذه كلمات عظيمة الإمام الحسين يشكرهم على هذا الكلام كلام عظيم ليلة العاشر كان لهم دوي بعد أن صفوا راحوا وبقوا بس ذولا كان لهم دوي كدوي النحل من العبادة زينب عليها الصلاة والسلام شافت الناس الشتت عن أبي عبد الله الحسين بقوا بس هاي الثلة القليلة التفتت للإمام سلام الله عليه قالت أخي أبا عبد الله استعلمت نوايا القوم شفت أصحابك ما يتركوك واحد مر من الأصحاب كان يسمع هالحوار صدفة مو قاصد الإمام التفت قال أخي زينب لقد امتحنتهم ولهستهم فلم أر فيهم إلا الأقعس الأشوز يأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بلبن أمه راح المن إلى شيخ الأنصار حبيب ابن مظاهر الأسدي يا شيخ الأنصار بلى أنا سمعت من سيدتي زينب تخاطب الحسين بهذا الخطاب قام حبيب ابن مظاهر وضع يده على مقبض سيفه وقف بوسط مخيم الأصحاب يا ليوث الوغاء يا شجعان أبطال الصفاء كل خرج ويده على مقبض سيفه وخرج العباس يزأر زئير الأسد قال لما أخرجت يا يا حبيب نحن مشغولون بعبادة الله قال لا شأن لي معكم سيدي رجع هو وآل هاشم التفت حبيب قال احنا سمعنا من العقيلة زينب تسأل من سيدنا الحسين اش رايكم الروح انطمن قلبها انسمعها كلام حتى تطمئن قالوا ايه يا حبيب جاءوا وطافوا بخيمة العقيلة زينب وزينب تسمعها الكلام هذا قالوا يا ابنة رسول الله لقد تركنا حلائلنا وأموالنا ودنيانا لنبذل مهجنا فيكم يا أهل البيت ورددوا هاي الكلمة من قطعوا عنها زينب تسمع هذا النداء اللي كان يعلمهم النداء منه حبيب ابن مظاهر الاسدي علي الاكبر نعم عم زينب هذا الصوت صوت منه قال عمتي زينب هذا شيخ الانصار هذا حبيب ابن مظاهر الاسدي اه عرفته زينب بني يا شبيه رسول الله روح الى حبيب ابن مظاهر الاسدي اقول لعمتي زينب تقرئك السلام اجي اجي الى حبيب ابن مظاهر السلام على شيخ الانصار وعليك السلام يا شبيه رسول الله روحي لتراب نعلك الفداء جثى على ركبتي قل لكم يا شيخ الانصار اتفضل سيدي روحي فداء قال لاني احمل رسالة من وين سيدي قال لعمتي زينب تقرئك السلام ما شالت رجل حبيب هوى الى الارض جثى على ركبتي حثى تراب على رأسه ضرب على رأسه انا مني انا مني انا مني انا وتسلم عليه ها 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 يا بتعلي الكرار حامي الحمير من اكون انا حتى تسلم علي زينب عليها الصلاة والسلام من اكون انا شنو قيمتي الى جانبهم وتسلم علي بنت رسول الله يا للحظ والعظيم لحبيب وللانصار اصبح العاشر من المحرم اجي حبيب الى الامام الحسين عليه السلام قال سيدي ابن رسول الله والله لو قطعوني وصلبوني واحرقوني وذروني بالهوى ويفعلون بذلك الف مرة على ان اترك كما فعلت عايف حياتي والوطن لجلك يا صند تعرف صناديد الحرب عند الحرب عيد موت بمعز اولان عيش بطاعة يزيد يا ابن الرسول وطاعتك فرض علي والله يا ابن بنت بلوق الطعوني بالسيف والخط وبالنار احرقوني وذر وعظامي بالهوى وتال شروني سبعين مره الفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما عايف جمالك روحي ومالي والاهل كلهم في دالك الشيعة تكتفن ولا تهتك اعيال اياك والتفت الاصحاب ودمع تجري قلهم يا فرسال الحرب كلكم تسمعون بآشر بها العرص يثور الحرب والكون لا يكون سادتكم بنوهاشم يحملون الا عقب ما ننفن كلنا سوية قل البطل عباش ما ترضى شيامنا المطلوب عدنا والحرم كلهم حرمنا وان شان ثار الحرب يتجد دم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي بفية قل للشهيد حسين يا مهجة الكرار جدامنا خلها يخو يتفوت لن صار باشر باشر منا ومنهم يا الاخو تتقص فعمار ودال النهار خيامنا تبقى خليل ودال على المخيم يا أخو يتهجم الخيل وتبقى خواتك بالوغ تصيح بالويل رأيتك تعاين منحال هلو تشل تشل الليل وتصير قشر على النسذي تشلم سين هاي كلمة حبيب قاتل قتال الأبطال وقاتل معه الأنصار حتى قتلوا شهداء وقف أمام خيمته عليه السلام ونادى وغربته أما من ناصر ينصرنا أما من معين يعيننا أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله يا أبطال الصفا يا فرسان الهيجا ما لي أناديكم ولا تجيبون أأنتم نيام فلا تسمعون أنا الحسين بن علي أنا بن فاطمة الزقران قضوا حق العلي هم دون الخيام ولا خلوا بنا تحسين تنظام لمن هو والطاير منهم الهام والله يهل الشيام هذا محلكم للمؤز من اذخر هممكم شنه العذر يكرم منكم والله بالذي العفت وحرمكم آه هو وما بي من قطعه وريده وبين الوقع راسه وبين الطار تيده وبين الشبح برمية شديدة هذا الرمح بالفادة تفنه وهذا الخيل صدره رضر ظنه وهذا اللذل النشاب رنه يا الله أي دم فيك البلا سفك نسألك ربنا ندعوك بحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين اغفر لنا ارحمنا سددنا وفقنا يا رب اقضي حوائج المحتاجين سيما حوائج السامعين ومن على جميع مرضاهم بالصحة والشفاء والعافية احفظ الله هم الإسلام والمسلمين اخذ الكفر والكافرين والظالمين والناصبيين اجعل بأسهم بينهم واخرجنا واجعلنا سالمين غانمين احفظ اللهم علماء وافاضلنا ومراجعنا فردا فردا جميعا العاملين الربانيين سيما مرجعنا آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي متعنا اللهم بدوام بقائه يا رب تقبل من المؤسسين باحسن قبول الى امواتهم اموات الحاضرين اموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات امواتهم امواتهم اشتركوا في القناة